اشتركوا في القناة ثم نلحقها بالتفاصيل لكن قبل مبدأ من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصل كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك الخبر الاول الاسكان تعلن عن خبر صار للمستفدين من الاعلان الاربعتاشر للاسكان الاجتماعي الخبر التاني الاسكان الاجتماعي بتعلن عن تيسيرات جديدة لحجز وحدات الاسكان الاجتماعي الخبر التالت قبل اعلان الطرح الاعلان الخمستاشر ثلاث خطوات للتسجيل على موقع الاسكان الاجتماعي تفاصيل الاخبار الخبر الاول الاسكان بتعلن عن خبر صار للمستفدين من الاعلان الاربعتاشر للاسكان الاجتماعي اعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مية عبد الحميد إن مبادرة البنك المركزي الجديدة سوف تطبق على المستفدين من الإعلان الأربعة عشر للإسكان الاجتماعي كما أوضحت مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي إنه سيتم تعديل أسعار الفايدة على الوحدات المخصصة لهم لتصبح ثلاثة في المية وذلك بعد أن يتم إطلاق المبادرة خلال الأسابيع المقبلة وفي تصريحات صحفية قالت إن خلال الفترة المقبلة سيتم طرح أربع إعلانات جديدة سيستفيد الحاجزين بها من مبادرة التمويل العقاري التي تسمح بالتقصيد في حال تلاتين سنة وبسعر فايدة تلاتة في المية متنقصة تفاصيل الخبر التاني الإسكان بتعلن تيسيرات جديدة لحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي أعلنت دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة تجديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولويات المدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكانية حاليا أو التي يوجد بها وحدات جاري تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفض الدخل بعدد من الإعلانات وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18-7 الجاري حيث أنه كان من المكرر أن تنتهي فترة تجديم الطلبات يوم الأربع تلاتين ستة الفين واحد وعشرين كما أوضح الوزير أن مد فترة تجديم طلبات التحويل جاء استجابة لرغبة المواطنين ومنح فرصة أكبر لعدد منهم للتحويل وذلك للحاجزين بالإعلانات التالية الإعلان الثامن الكراسة الحمراء ومراحل التشطيب والكراسة الزرجة وتحت الإنشاء الإعلان التاسع الإعلان اللحداشر الإعلان الاثنشر الإعلان التلاتاشر الإسكان القومي من 2005 إلى 2009 والنقابات محدود الدخل وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوفر بها فائد وحدات على أن تكون الوحدة بنفس السعر سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المتقدم عليها وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليها بحيث يشترط لقبول التحويل عدم قيام العميل باسترداد مجدم جديد الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقديمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي للمتقدم عليه قالت مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيتم تجديم طلبات التحويل من خلال الدخول على الرابط مركز خدمة المواطنين الرابط ده هتلاقيه موجود أسفل الفيديو ثم اختيار طلبات بموقع مركز خدمة المواطنين والضغط على طلبات ثم تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية ثم بيتم تفعيل الحساب وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة السر وبعد الموافقة على الشروط والإحكام والاطلاع على شروط الإكرار بيتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد ويعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع وفي حال قبول الطلب بعد دراسته من جانب الصندوق يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيه تحت مسمى خدمة طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية بواسطة صاحب الطلب أو اسم العميل المسدد لإصال مقدم جدية الحجز سابقا على أن يقوم العميل بتجديم إصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه ولا يعتد بأي طلب وسيتم بالمخالفة لتلك الشروط كما أكدت مية عبد الحميد إن عدم تقدم الحاجزين بمن هم خارج أولويات الوحدات المتوفرة حاليا والوحدات الجارية تنفيذها بكل من المدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية بطلباتهم خلال المهلة المعلن عنها فإن ذلك سيعيد عدولا عن الاستمرار في الحجز ويعتبر الحجز لاغهن ويلتزمون باسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية موضحا إنه تم إتاحة فيديو ضوضيحي للمواطنين يوضح بسورة دقيقة وشاملة كيفية تجديم طلب التحوير عبر القناة الرسمية للصندوق على اليوتيوب ومن خلال الموقع الإلكتروني كما أشار الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى إن مدة فترة تجديم طلبات التحويل للمواطنين يأتي في ضوء فعالية التواصل المستمر مع مطلب المواطنين بشكل مباشر بما يحقق مستوى متميز في الخدمة المقدمة وتزليل العقبات وتيسير الإجراءات وخطوات العمل أمامهم على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أي تساؤلات أو استفسارات الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق خمسة تلات تسعات وخمسة تلات سبعات وإحداشر تمانية وتمانين أو من أي تليفون محمول على رقم زيرو تسعمية سبعة تلات وحاي سبعة من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء طوال أيام الإسبوع معادة يوم الجمعة والسبب الخبر الأخير في هذا النشر قبل إعلان الطرح الخمستاشر طلت خطوات للتسجيل على مواقع الإسكان الاجتماعي التفاصيل ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح الإعلان المقبل الإعلان الخمستاشر للإسكان الاجتماعي بعد أن انتهى الحجز بالإعلان الأربعة عشر وإعلان النتيجة الخاصة به وإعلان الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فإن طرح الإعلان الخمستاشر متوقف على إعلان البنك المركزي عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة لأنه ضمن الإعلانات التي سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتي تسمح مبادرة التمويل العقاري الجديدة بتقصيد قيمة المحدى ومن المتركب إعلان موعد تطبيق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية خلال الأسابيع المقبلة أما عن خطوات التسجيل على مواقع الإسكان الاجتماعي الدخول على الموقع الرسمي المرفق أسفل الفيديو اختيار إنشاء حساب جديد ادخال كافة المعلومات بدقة اختيار الاستعلام عن شواء الإسكان الاجتماعي وكتابة البيانات المطلوبة وأتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعالوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تدعموا المقطع بلايك إن أعجبك الفيديو عزيز المتابعة من فضلك كن بالاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا على المشاهدة الرجاء دعم المقطع بلايك حتى يصلك كل جديد إلى اللقاء في فيديو آخر